السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميذي الأعزاء مرحبا بكم معي في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشغل على الصفحة رقم 76 من كتاب المنير في اللغة العربية للمستوى الرابع الخامس بريتو إذن أتذكر الفعل الصحيح وأعرفه بأقسامه الثلاثة إذن ما هو الفعل الصحيح؟ فعل الصحيح هو ما خالت حروفه الأصلية من حروف العلة وقلنا ينقسمه إلى ثلاثة أقسام إذن الصحيح السالم الصحيح المهموز والصحيح المضاعف إذن سنقول الفعل الصحيح هو ما خالت حروفه الأصلية من حروف العلة الحروف العلة هي الوا والألف والي واي إذن الفعل لم تلقش في هذه الحروف العلة فهو فعل صحيح والفعل الصحيح قلنا ينقسمه إلى ثلاثة أقسام عندنا الصحيح السالم مثل ضحكة كتبا رصما حفظة يعني سالم سالم من ماذا؟ سالم من الهمز والتضعيف يعني ما تلقش فيه الهمزة وما تلقش فيه التضعيف بالنسبة للفعل الصحيح المهموز هو الذي كان أحد حروفه كانت أحد إحدى حروفه الأصلية همزة مثل قارأ إذن هذه همزة فهو حرف أصلي في الفعل قارأ ملأ سأل أخذ مهموز يعني يتضمنوا همزة فعل الصحيح المضعف مثل مدى شدة عدى عدى فكة إذن كيكونوا الحرفين دياله الثاني والثالث من نفس الجنس يعني من نفس النوع يعني نفس الحرف مثلا مد مدى فهو أصلها مد يعني بحلقة كيكون الأول ساكن والثاني مفتوح مد كنجمعو هات الحرفين هادو كنجمعوهم في حرف واحد وكنجمعوه التضعيف إذن هذه أقصام الفعل الصحيح إذن مر السؤال الموالي آتي بأفعال المعتلة وأعرضها على أصدقائي وصديقاتي إذن دبغض نجمعو الأفعال المعتلة مثلا معتل الأول والذي يسمى بالمثال مثل وثابة وثابة فعل معتل يعني حرف العلة هي الواو مثلا مال مال حرف العلة في الوسط الألف فهو فعل أجوف معتل أجوف مثلا أندر عصا فهو فعل معتل ناقص معتل الآخر أصنف هذه الأفعال حسب الجذول الآتي إذن وقفة فهو فعل معتل معتل مثال لأن حرف العلة جاء في الأول إذن وقفة إن كتبوا هنا وقفة صار صار أين هو حرف العلة؟ حرف العلة في الوسط إذن فهو أجوف معتل أجوف صار رعا رعا في إن كتبوا حرف العلة كتبوا في الآخر إذن فهو فعل معتل ناقص رعا دعا أيضا فعل العلة في الآخر فهو فعل ناقص نام نام بحل بحل صار يعني أجوف نام ياسور ياسور فهو فعل مثال يعني حرف العلة في الأول في الياء ياسور يائس أيضا مثال شدا شدا فهو معتل الآخر إذن ناقص شدا عاد عاد فعل أجوف معتل أجوف وجدا حرف العلة في الأول فهو مثال وجدا قضى قضى فهو فعل ناقص قضى قال فعل أجوف معتل أجوف قال إذن مر السؤال موالي أملأ الجدول الآتي بما يناسب أملأ الجدول الآتي بما يناسب إذن الفعل تصرفه في الماضي في المضارح وفي الأمر إذن فعل على أنت أعلوت في الماضي في المضارح هو يعلو هو يعلو أنت في الأمر أنت أعلو أنت أعلو وعدة وعدة هي في الماضي هي وعدت هي وعدت أنتم في المضارح تعداني أنتم في الأمر عدو كان أنت في الماضي أنت كنت في المضارح نحن نكون نحن نكون أنت كنت في الأمر أنت كنت مؤدبات بكى هن في الماضي هن بكينا هن بكينا هي في المضارح هي تبكي هي تبكي أنتم بكي نسي أنا في الماضي أنا نسيت نسيت الموعدة أنا نسيت هم في المضارح ينسون أنت في الأمر أنت إنسي أنت إنسي مر السؤال الموالي تراكيب الفعل اللازم والمتعدي استخرج الأفعال من الجمل وأضعها في الخانة المخصصة لها إذن نحدد الفعل هل هو فعل لازم أو متعدي سأل الأب ابنه عن معنى الواجب أين هو الفعل هنا هو السألة إذن هذ الفعل هل يكتفي بالفعل أم يتعدى إلى المفعول به سأل الأب ابنه من سأل أو ماذا سأل الأب سأل ابنه إذن ابنه مفعول به إذن فعل متعدي لم يكتفي بالفعل اللي هو الأب بل تعداه إلى المفعول به إذن هنكتب هنا أفعل متعد سأل ترافع المحامي إذن هنعدنا فعل وفاعل ترافع المحامي وهذه الجملة هذي قد تحقق لنا وحد المعنى إذن ترافع فهو فعل لازم اكتفى بالفاعل فقط اكتفى اكتفى مدينة العيون فعل إذن فهذا فعل لازم اكتفى بالفاعل فقط أجاب الأب الإبنة أجاب الأب الإبنة أجاب هو الفعل الأب الفاعل الإبنة مفعول به إذن هذا هو المفعول به تعداه إلى المفعول به إذن أجاب فهو فعل متعد إذن أكتبه هنا أجاب الأب الإبنة إذن نمر الأنتج أنتج جملتين تتضمن الأولى فعلا لازما والثانية فعلا متعد إذن أعطيكم هنا مثالين انصرف الضيف انصرف فهو فعل لازم اكتفى فقط بالفاعل بعد نجح هنا مفعول به قدمت الطفلة هدية لأمها قدمت فعل الطفلة فاعل ماذا قدمت الطفلة قدمت الطفلة هدية إذن هدية مفعول به وبما أن الفعل تعد الفاعل إلى المفعول به فهو فعل متعد قدمت الطفلة هدية لأمها وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحس شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر